هو تأمين الجزء الدفاعي وجزء الدفاع دقائما في المباراة زي دي خارج الأرض بيبقى هو اللي عليه الحمل الأكبر هو حارس المرب دور قلب الدفاع كابتن سوال وينش أو حجازي بكرة المنتخب الليبي انت لاحظت أنه دقائما بيلعب على الأطراف أكثر كابتن مع يعني حتى الماتش اللي فات لما يعني نزل الحند الهوني برضه بكرة دفاع منتخب مص يتعامل إزاي مع الهجوم الليبي اللي انت ممكن معرفش بقى أحدك تقيمه إزاي هل هو هجوم قوي ولا لوجهة نظرك هجوم تديره كم عشر هو الماتش اللي فات أظهر فريق الليبي بشكل يعني هو ما ظهرش بشكل قوي لكن انت خلقت له فرص من أخطأنا احنا يعني من الوقفة يعني مثلا إيه الكرة اللي تلعبت في ظهر فتوح والراجل راح واخدها وشايتها وكانت جات طبعا اللعبة دي الوضع التشريحي بتاع الوضع بتاع وقفة فتوح كان خطأ لأنه هو لعب وطلع من السبات ما خدش جنب في اللعبة مفروض تاني حاجة هو اكيد شو اوتوماتيك لازم دايما يفهم البلك العكسي دايما لازم يفهم ان الرجل التاني جاي بوشه يعني الجامبين بتاعه او استقبال الكرة ليه هيكون افضل من واحد يبقى مدي ضهره للموقف ده فعشان كده الحتة اللي احنا بيكلم فيها ان حجازي والونش دورهم كبير جدا وهم يعني الحمد لله بفضل الله يمكن افضل اتنين موجودين في الفريق دلوقتي متعاونين متسجمين قفلين الخط الدفاع بشكل كبير جدا الحاجات الفرص اللي بتيجي بتبقى جاي اخطاء مش منهم يعني اه فعليين يعني مبقاش خطاءهم اول يعني لان هما بياخدوا الكرصات والحاجات العالية كلها بتبقى في متنول ايديهم الحاجات اللي بتيجي بالعمق وطويلة بيبقى حجازي والونش قفلين عليها لكن احنا بديتكلم على طرفين الملعب هما اللي مفروض يقوموا بالدور الدفاعي اكتر يكون اقوى اكتر ايمن اشف اقل بالزبط فالحاجات اللي هي فيها كرصات او كلام من ده دي مفروض دور كبير جدا على النني انه يقفل الحتة دي مع ايمن اشف وهنا السلية يقفل مع ايمن اشف طارق عامل بقى كنت يقفل في قلب الملعب طارق مقافل لنص الملعب قدام يبقى السلس المسلس اللي هو المقفول يعني انت فاهم فده متهيق لي ان ده ممكن يبقى شكل من اشكال الدفاعية في حالة الهجوم اللي هو بيبقى هجوم طب بتفتكرة كابتا ان التلاتة دول اللي حتا قدتنا عليهم في نص ملعب يشتغلوا كاستارة كده ولا واحد مثلا قدام خط الدفاع هو اللي بيوجود كاليبر متقدم هو طارق اللي بيبقى واقف قدام الخط الدفاع وعمر السلية والنين يبقى نص ملعب بس ايه مش واخدين طرف الملعب يعني يبقى بس مجرد مسلس كده بالزبط مسلس على اساس ان برضو يعني عمر حيقوم بالدول معهم على البتاقي هو المشكلة انه عندي محمد صلاح ممكن بس محمد صلاح الباك استحالة هيتحرك منه وخصوصا بكرة طيب انت كنت بكلمة على محمد صلاح وبنتكلم عليه كابتن وفكرة الدعم بقى لصلاح بالشكل المناسب انت قلتلي ان في حلم من البطء في المنتخب المصري بتخلي صلاح ما ينجحش في الوصول للمرمى بالشكل المفروض بس احنا تعمل ايه بكرة بقى كابتن مفروض يعني او اللعيبة تعمل ايه او كروس يعمل ايه ويدي تعليمات اللعيبة اللي صلاح انه يتعلم مع الساعة لازم الكرة تبقى مباشرة وسريعة اسرع من الاداء اللي احنا اللعب لازم يبسوا مع الكرة مرة واثنين وثلاثة فالحركة بتاعت اللعيبة بتاعتنا واستقبال الكرة للكرة بتاعتك بتبقى بازاي اللعب اللي بيلعب مع صلاح في الليفربول يعني انت ممكن تبقى وقفتك جوه الملعب ما تبقاش اللي هي تدي سرعة اداء نقل اللعبة بيبقى الحركة بتاعتك بتنزل مثلا نازل بوشك فاللفة بتاعتك بتبقى عشان تلفه وبيلازم تنزل وتدوس عليها وتخوضها وتلفه وترجع لكن فيه ناس هناك بيستقبل وبياخدوا الكرة بيقطع كده على طول او اصلا ما بيديش دهره بالزاد او هو بيجرب ينزل بيستلم فبينستلم وبيجرب وشه مثلا فهنا بيه سرعات في الحركة بتاعت اللعيب اللي هو بيستلم الكرة دي امكانيات وتدريبات بقالوا بفترة طويلة وبالتالت يعني لعبتنا هازل تبقى هي يعني بتطور نفسها في الحتة دي بشكل من زمان ده تعود لان انت بتنزل الملعب يعني الدور يعني انا بقول ان الدور المصري مهبط لان انت النهاردة في اللعبتك يعني انت كنت بتنافس لعيبة كتير يعني تيجي ببص مثلا الاهل والزمالك والمقاولين والترسانة والمعرفش ايه هو كلام من ده زمان تيجي ببص تلاقي ايه تختار من ست سردباكات موجودين بتختار منهم مثلا اتنين ستة عالين يعني مش بنتكلم مثلا ستة بتاع بتاع لا ستة عالين مثلا بتيجي مثلا تختار في عناصر البكات ليفت مثلا كنت تلاقي احمد رمزي ومعرفش مين من القلي ومين من الاسماعيلي ومين من الاتحاد ومين من القلوب فبيبقى عندك اه اه وفرة من السرعات فعشان كده بتطلع لك نجم مميز انت النهاردة عندك رائبة كويسة بس بقوة تقولي مين النهاردة جاي باك ليفت في قوة احمد رمزي مسلا او ربيع هسين او اه اه دي يعني انت فاهم فما فيش الحتة اللي فيها منافسات لكن عندك افضل لعيب فلان فتقوح مثلا ومعا اي من قشر فين الباقيين ما عندكش بعيد كل البعد عن المستوى فعشان كده بتظهر اللعيبة اللي موجودة عندك برضو بامكانيات مش اللي هو متوقع لكن لو انت قرصت وتلعت لك اتنين ثلاثة مدافعين باكات ليفت مسلا هتلاقي الاتنين دول بقوا اشرس من كده بقوا احسن طيب بكرة ملعب المباراة كابتن